احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهدوا ان لا اله ان الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احباتي في الله وحييكم جميعا بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد حلقة اليوم من برنامجنا اخلاقنا في الميزان تهم او يعني تركز على اخطر يعني وسيلة موجودة الان في عصرنا الحديث ونريد ان نعطي شيء من التقييم لها الواقعي من داخل احصاءات موثقة عالمية وعربية وبعد ذلك نضع المعايير والمقييس وخلق هذه المهنة الخطيرة والهامة الاعلام الاعلام صار الان وسيلة التخاطب بين الناس يعني بخيره وشره بايجابياته وسلبياته ودائما الاعلام له خطورته لانه يمس حياة العالم كله شرقيه وغربية شماله وجنوبه الغني والفقير الدول المتقدمة والدول النامية والدول المتخلفة يعني اصبح الاعلام هو سيرة التخاطب بين الناس واصبحت الالة الاعلام الا خطيرة وهو احد المؤثرات الكبيرة في الفرد وفي الاسرة وفي المجتمع وفي الدول وفي العالم باسرة سوف اطرح بين يديكم في هذه الحلقة ان شاء الله البعض الاحصاءات اولا ثم اقوم بالتعليق عليها ثم بعد تحدث في حلقات قادمة عن ان شاء الله خلق الاعلامي سواء كان هذا الاعلامي او هذا الاعلام مرئيا ام مسموعا ام مقرؤا ام مكتوبا يعني سبحان الله وسائل الاتصال الحديث الانترنت وهذه الثورة المعلوماتية الخطيرة التي يعني ظهرت في العقود الاخيرة طبعا الاعلام من الواجب ان يكون بناء هادفا لا هداما ولا مفسدا هذا هو الامر الطبيعي الذي مش يتخاله انسان يتوقعه الانسان من الاعلام في اي دولة من الدول يعني لا اظن ان انسان يتعمد وبالذات اذا كان يخاف رب العباد واذا كان مسلمان ان يتعمد ان يهدم او يعني او يسيء سبحان الله الى الناس بما اتاه الله من اداه يعني دائما اقول ان المسلم لما يكون اعلامي سبحان الله يجب ان يقيس امره كأن الرسول صلى الله وصلا بجواره ويشاهد ما يعرضه الاعلامي هذا الاعلامي سواء يقدم كلمة مرئية او كلمة مقروعة او كلمة مسموعة فيتخيل هو مع نفسه ان الرسول صلى الله يشاهد او يقرأ او يسمع فهل لا يترى وضعنا في البداية هذا المعيار وهذا الميزان يعني انا طبعا سوف ااتي الى معايير ومقايير ومفاهيم وخلق الاعلامي في الاسلام لكن دعوني اطرح بين ايديكم غرائب الاحصائيات عن اعلامنا العربي المسلم انا سوف اذكر يعني عدة الدول اذكر منها او عنها يعني عدد القنوات الفضائية وليست الارضية هذه احصاء الدقيقة موثقة ليست عن طريق معلومات يعني كده جاءت من هنا او من هناك لكنها موثقة من جهات عالمية تقوم يعني بدور الاحصاء الدقيقة ثوف اذكر عدد القنوات الفضائية واذكر الناتج القومي بالمليار واذكر عدد السكان البلد بالمليون ثم اذكر متوسط دخل الفرد بالدولار واذكر متوسط انتاج الفرد الكلام ده مهم جدا ويعني اود في بداية الحلقة ان يأتي كل واحد منكم ولو اريد اتعابكم لكن اعرف ان كل بيوت الحمد لله عندها في ورقة وقلم على الاقل انا اريد ورقة وقلم بجواركم وتتابعوا ميعي حتى بعدما تنتهي الحلقة هذه ونكملها ان شاء الله ترون او تحللون معي تقوموا التحليل معي لكي نرى او ذاهبون واين نضع اقدامنا وما الذي نريده وما الذي يراده بنا اضرب امثلة انا هذه لا اذكر الامثلة هذه متعمدا ولكن انا عينات اخذها من دولنا العربية ليس معنا هذا ان تقول دولة لماذا اذكر هذه دولة لا انا اضرب امثلة لان هذه يعني البيانات الكافية التي تتم عن طريق دولة معينة سوف اذكر منها بعض خمس او ست دول عربية واسلامية ونرى يعني ما هو الوضع تعالى مثلا الى دولة مثلا نبدأ مثلا بالجزائر دولة عربية مسلمة شقيقة بلد المليوني شهيد وليس المليون شهيد الجزائر فيها اتنين وعشرين قناة فضائية اثنان وعشرون قناة فضائية الناتج القومي للشقيقة الجزائر بالمليار او بالبليون متين تمانية وسبعين عدد سكان الجزائر تقريبا اربعة وثلاثون مليون متوسط دخل الفرد في دعام متوسط دخله الف وخمسمية دولار متوسط امتاجه تمانية الاف دولار ومتين تاني رفهم جدا هذا الكلام لماذا سوف اعلق على هذه الاحصائية اضرب عينات عدد القنوات الفضائية اثنين وعشرين قناة اثنين وعشرين قناة فضائية في بلد زي الجزائر او الجزائر يعني الناتجي القومي متين تمانية وسبعين مليار دولار عدد السكان اربعة وثلاثين متوسط دخل الفرد الف وخمسونة دولار في السنة الناتج بتاع الفرد ثمانية الاف ومتين دولار اذا لا اعلق تعال الى دولة كبيرة كمصر مصر ستة واربعين قناة فضائية ستة واربعين قناة فضائية الناتجي القومي تلاتمية تمانية وثمانين مليار عدد السكان ستة وسبعين كاتهاخ الاحصائية الان اصبحت ما شاء الله تقريبا تمانين ستة وسبعين مليون نسمة متوسط دخل الفرد الف وخمسمونة دولار متوسط انتاج الفرد خمسة الاف ومتين دولار في السنة طيب خذ نثال اخر كالسودان السودان فيه عشر قنوات فضائية عشر قنوات فضائية الناتجي القومي بالبليون مية واربع تاشر مليار عدد السكان تمانية وثلاثين مليون ناتج الفرد تلتمية دولار في السنة متوسط دخله متوسط انتاجه ثلاثة الاف دولار انه بدخله تلتمية تلتمية وتلاتين دولار في السنة انتاج الفرد تلات الاف دولار لو ذهبت الى بلد زي الاردن الشقيقة عندها تمن قنوات فضائية النتجي القاوم اربعة وثلاثين مليار دولار عدد السكان ستة مليون متوسط دخل الفرد الف وسبعمائة دولار في السنة متوسط انتاج الفرد خمسة الاف وتسعمائة دولار في العام انا عايز اقول نقطة مهمة لوكسنبورغ لوكسنبورغ متوسط انتاج الفرد يعني احنا ورنا الجزائر 8000 دولار انتاج الفرد السنة مصر 5000 دولار السودان 3000 دولار الاردن 5900 دولار لوكسنبورغ انتاج الفرد فيها 87000 دولار متوسط انتاج الفرد في لوكسنبورغ لوكسنبورغ هذه على الخريطة يعني سبحان الداير عظيم يعني تساوي ضعف دخل بعض الدول العربية الكبرى 17 مرة كسنبورغ هذه سبحان الله داخل الفرد فيها 87000 دولار متوسط انتاج الفرد في الجزائر 8000 كما قلت المصر 5200 السودان 3000 الاردن 5900 البرد اخرى ايضا اشقائنا الكويت الكويت فيها 39 محطة فضائية 39 محطة فضائية الناتج القومي 68 مليار دولار عدد السكان 3 مليون متوسط دخل الفرد 18 الف دولار متوسط انتاج الفرد 21 الف دولار وخمسمية ما شاء الله لقوة تلاب الله بلد الشقيقة لبنان عدد القناة الفضائية فيها 15 قناة فضائية ارجو ان تكون تكتب خلف انا لا اريد ان اصدعكم بهذه لكن انا اريد ان اعندك في الاخر على هذه الاحصائية الموثقة 15 قناة فضائية في لبنان الدخل او الناتج القومي 22 مليار عدد السكان 4 مليون متوسط دخل الفرد 4000 دولار في السنة متوسط انتاج الفرد 5600 دولار بلد زي الشقيقة السعودية 35 قناة فضائية الناتج القومي 417 مليار دولار عدد السكان 25 مليون متوسط دخل الفرد 7200 دولار الناتج او نتج او نتج الانتاج الفرد 17 الف دولار في السنة نأتي الى اخر لان كي لا اصدعكم في قبل ان اقف معكم فاصل تلتقطون انفاسكم من هذه الارقام بلد زي الشقيقة اليمن فيها 11 قناة فضائية 11 قناة فضائية الناتج القومي 12 مليار دولار عدد السكان 22 مليون متوسط انتاج الفرد في العام 1000 دولار 1000 دولار دي نظرة عامة على هذه الاحصائية لا تنسى ولا تنسي ايها المشاهد الكريم ايها المشاهد الكريمة انتاج الفرد في لكسنبورغ كعينة من اوروبا 87 الف دولار وبقي لنا ان نتوقف عند هذا الفاصل تلتقطون انفاسكم في هذه الارقام العجيبة ثم لنا لقاء بعد هذا الفاصل كونوا معي اهلا بكم اهلا وسهلا في فوجي كاوا فوجي كاوا تشكيلة اكسسوارات ستائر متميزة من صدار تشكيلة اكسسوارات ستائر تشكيلة اكسسوارات ستائر تشكيلة اكسسوارات ستائر مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن هذه الاحصائات والاحصائيات الموثقة عن قنواتنا الفضائية في البلاد العربية والاسلامية ما بين عدد القنوات والناتج القومي وعدد السكان وتوسط دخل الفرد وتوسط انتاج الفرد انا اريد ان اقول كلاما اولا الاعلام لا ينكر احد دوره الخطير في بنيان او بناء افكار الناس وفي فكرة منطقية في علم المنطق خطيرة تقول ما تكرر تقرر ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف يعني الشيء انت تردده كل يوم كل يوم كل يوم تكرره الى ان تجد نفسك انت وانت ساير في البيت تكرر اشياء مما يقوله الاعلام حتى لو ان اعلانا معينا لصق في ذهن الناس سبحان ومقاييس وان القائم على امر الاعلانات يعني يجب ان يقوم او يصنع امرا هو في بناء الامة وليس في هدمها فانا اريد ان اقول ان الاعلام لا شك انه خطير في انما تكرر تقرر ويقوم او تقوم بعض الجهات العالمية بدراسة السيكولوجية او نفسية المستمع والمتلقي وهناك مراكز ابحاث ومتخصصين والاعلامين يعرفون هذا اكثر مني طبعا على قضية كيف نؤثر على الناس بافكار معينة وكيف نغير افكارهم ونغير سبحان الله مفاهيمهم انا اريد ان اتحدث عن يعني قضية الاعلام في الاسلام لا اريد ان اقول هناك اعلام اسلامي لا هناك قيم ومبادئ معينة تحكم عمل اي انسان فينا وبالذات الاعلامي والاعلامية مثلا مثلا يعني انا لا اريد ان يفاجأ ولدي الصغير عنده عشر سنوات او اثناشر سنة او البنت يعني البنت الخمسة عشر عاما او العشرين سنة ان تفاجأ باعلامية امامها نسيت ان تلبس ثيابها يعني هاتا من هي نسيت او تناست يعني لم تنس يعني يعني بس يعني من باب الطرفة يعني نسيت ان تلبس فتفاجأ البنت بشيء غريب امامها وتصديف ضيفة اخرى هي الاخرى قد نسيت والكل قد نسيها ماذا نصدع نحن في البيوت يا سوف يقول لك بكل استهزاء يعني انت امامك او في يدك يعني الجهاز تحكم اغلق القناة او حولها انا لا اعيش في بلاد الواق واق انا اعيش في بلاد عربية مستمة تحكمها بعد دين الله سبحانه وتعالى قيم ومفاهيم ومبادئ يجب ان يحترمها الجميع ولكن الموضوع قد يكون مطاطا يعني ما معنى مطاط يعني يقول لك انا اشترط على المذيعة ان تلبس زيا محتشما مثلا المحتشم هذا درجات ما معنى المحتشم درجات يعني يعني ما تحت الرجبة بشبر محتشم عن ما وصل الى الركبة وما عند الركبة محتشم عما يعني ما هي المسألة هنا صارت رجراجة لان لم يقياس لها فما يحت ما ما يدعى احتشام عند فلان يدعى عري عند فلان لكن لو وضعنا قوانين عامة لقيامنا نابعة من ديننا ثم نابعة من قيمنا ومبادئنا لاشترطنا شروطا اخرى يعني واجب على الاعلامية ان تظهر بمظهر معين لا اريد ان يظهر لي اعلامي وضعا يعني سلسلة في يدي او سبحان الله او اشياء كذا او قرطا في اذني او يصعد لاني يوم من الايام في انفي وفي شفته كما نرى عند الاخر هذه امر الحمد لله الى الان الحمد لله لم نصل الى هذا لا اتمنى ابدا لكن يعني اذا تركنا المكروب بيرعى والجراثيم تسرح والفيروسات تمرح فلن نجني الى الهشيم ولن نجني الى الحطام هذا امر الامر الثاني انني اريد ان اقول ان يعني البيوت يجب ان تراعي لان الهجمات شرسة والفضاء مفتوح والاطباق تلتقط فانا عندي كم من الخير وكم اكبر من الشر وانا موجه الي والى بيتي والى داخل بيوتنا هذا الكم الخطير طيب ماذا اصنع اول شيء خطوطنا الدفاعية تعبانة خطوطنا الدفاعية او مناعتنا الايمانية ضعيفة فاي فيروس بسيط يستطيع ان يتغلب على هذه الدفاعات لانها دفاعات ضعيفة جدا هذا امر فواجب علي تقوية اجهزة الدفاع اليقينية والايمانية من البداية بمعنى انني اسأل نفسي سؤالا لو ان احد احد الصحابة عاد الينا واحد التابعين ورأى ما نرى ما الذي يريد ان يراه وما الذي يريد ان يغمض عينيه انا اذكر في الستينات لان الله يقول ولا تتبعوا خطوة الشيطان في الستينات لما ظهر التلفزيون مثلا في بعض من العربية كمصر وغيرها وقبله بسنوات ظهر في الجزائر وفي لبنان وفي العراق سبحان الله كنت اذكر ان الكبار السن من الرجال ذو اللحش التي شابت و سبحان الله كانت تأتي نشرة الاخبار ثم وضيف الى نشرة الاخبار الفقرة الرياضية فكان الرجال وما زالت القيم عندهم عندما يرون العداء او يرون لعبة التنس تضرب مضربها وهكذا وهذا اللباس العجيب الذي وكانه خوانين يعني كان لا يصلح التنس الا بهذا اللباس مثلا يعني سبحان النضاي العظيم كان الرجال يضعون يعني ما يغطون به رؤوسهم على عيونهم حتى ينتهي هذا المنظر ونحن نتكلم عن نشرة اخبار وعن شيء رياضي ولكن الان السباحة واضيف الها السباحة التوقيعية ويعني الرقص في البر والرقص في البحر والخيبة برا والخيبة وبحرا هذه احنا هذه امور الشيطان بدأ يدخل خطوة 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 الى ان ما تكرر تقرر يعني يكرر يكرر يعني تجد الاول اعلم بيوت كثيرة بفضل الله عندما يرى هذا المنظر الرجل يعض بصرها المرأة بصرها لانا اصبح غض البصر ديها شيء سبحان الله وكأنه شيء يعني من 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 اساطير القرون الماضية وكأننا نسينا كل المؤمنين غضوا من ابصار وعفظوا فروجهم ذلك وكل الممنات غضوا من ابصار هنا وعفظنا فروجه لكن مصيبا يلس رجل وزوجته وهي تشاهد مثلا ضيف معين في برنامج الله هذا يعني اذنه كبيرة شوية سبحان الله وانفه يسد وجه وعينه الشمال فيها حول الله ركزت الى انجابت عينه اللي فيها حول الله والرجل يبتسم بجوارها كذا مبسوط مبسوط ان انا لا ادري يعني وكأن حتى الحد الادنى من الغيرة قد ول يعني اذكر قصة ابن عباس دائما استشهد بها ذهب رجل الى ابن عباس وقال لا اريد ان اتزوج جاريتك فلانة ابن عباس رأى الرجل يعني مصلي يأتي للمسجد قال انا لا ارضاها لك قال لم قال انها تتطلع الى الرجال فقال الرجل وما في هذا عيب قال اذا انا الان لا ارضاك انت لها سبحان الله يعني انت لا ترى ان عيب سبحان الله يا اخ انت لا عندك لغيرة ولا نخوة ولا سبحان الله العظيم يعني تذكرني هذا قصة عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه القتل الذنورين لما تسور عليه القتل البيت واردوا قتله قال لنا الى زوجته ادخلي فاحتجبي ادخلي قتل دخلي اختلوه ان قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اي النبي بالله عليك يعني 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 اين نحن واين ما وصلنا اليه يعني يعني انا اقول للاعلمين اتقوا الله فينا اتقوا الله في ابنائنا وفي مجتمعات ما الذي اوصلتمونا اليه يعني نحن نحن لسنا يعني ما زلنا امة المسلمة ما زالت حكوماتنا حكومات الحمدلله مسلمة ما زالت اوطاننا مسلمة ما زالت دين هو المنبع الاساسي لنا ما زالت شريعتنا هي المنبع الاساسي لقوانيننا ودتساتيرنا الله ما جلست مع انسان مسؤول الا ويرفض كل هذا هذه الفوضى وهذا الهراء سبحان الله فانا اقول للاعلامين يعني الاعلام امانة الاعلام امانة واجب على ان صاحب الامانة ان يؤديها كما امر الله لان سوف يحاسب ويحاسب على صغير الامر وكيف نحاسب على الكلمة وحاسب على النظرة وحاسب على التصرف ما هذا الكم كله من الفضايا ماذا تقدم سبحان الله مجموع القنوات العربية 363 قناة 363 قناة هذا الفضايات فقط الفضايات فقط نحن نتكلم عن القناة الارضية ولا عن قناوات الدول الرسمية ولا لا لا نحن تضاف الى هذا 363 قناة بالله عليك كم ساعة تريد انت في اليوم لو نقلت في كل قناة دقيقة واحدة دقيقة لو نقلت في كل قناة انت امامك على الشاشة 100 قناة 363 قناة تضيف اليها يمكن 200 قناة طائشة هنا او هناك عندك نصف الف 500 قناة سبحان الله اليوم في 24 ساعة انت تنام 6 ساعات وتعمل من الواجب يعني 8 ساعات وتذهب وتأتي في في الذهاب والمجيء في العمل ساعة ذهابا وساعة عودة وتأكل ثلاث واجبات في خلال ساعة ونصف وتجلس مع اولادك وزوجاتك عشر دقائق وتجلس امام التلفزيون بقية الساعات لو نقلت بين القناة وبعضها سبحان الله العظيم كم بقي لك من الحياة يعني الاسنا محاسبين عن وقتنا او عن شبابنا فيما افنينا وعن عمرنا فيما ابلينا شوفوا نسأل عن الوقت والوقت كالسيف انما تقطعه وقطعك سوف نحاسب على اعمارنا بالله عليك لو انا جرسي ساعتين كده ثلاثة حتى ان كان الامر رباحا ماذا استفدت انا لابد ان يكون لها مردود في النفع لي سواء بمعلومة قيمة او بخطوة جريئة او بعمل جديد او بقيمة اضيفها الى حياته احبة في الله ربما اكون قاسيا في كلامي في هذه الحلقة لكنها نفسة قلب وزفرة واجد او يعني ناصح شفيق لامته ادعو الله سبحانه ان تكون كلماتي خرجت من القلب فوصلت الى القلب ايها الاعلاميون اتقوا الله فينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة